من أرض تشرفت باحتضان الأطهار ومن ربوع قداسة العسكريين أقام مركز ملتقى القمر الثقافي التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العباسية المقدسة نشاطاً فكرياً وثقافياً شامل تقديم ورش ومحاضرات لمجموعة شبابية من أبناء محافظتي بغداد وبابل نحن اليوم نتبرك في سامراء المقدسة بزيارة الإمامين العسكريين هذه الزيارة حقيقة كانت وفد من ملتقى القمر الثقافي فقد دعب المركز على أن يكون في كل مكان لتقديم أفضل ما يقدمه من خدمات فكرية وثقافية وفي الحقيقة هناك مشروع لجولة في العتبات المقدسة وأول زيارة كانت للعتبة العسكرية المقدسة البرنامج الذي جاء بالتعاون مع العتبة العسكرية المقدسة التي حملت على تهيئة جميع الظروف الملائمة شهد العديد من الفقرات التي استهلت بزيارة الإمامين العسكريين عليهم السلامة ومن ثم تقديم أربع محاضرات وورش من قبل ملاكات مركز ملتقى القمر الثقافي تعمل على زيادة الوعي الفكري والمعرفي لدى المتدربين تزال العتبة العباسية المقدسة تسعى جاهدة ومشكورة وبكل أقسامها بكل كوادرها والآسيما قسم الشؤون الفكرية والثقافية الذي ننتمي إليه هو ملتقى القمر الثقافي للنهوض بالواقع الاجتماعي بصورة عامة والشباب بصورة خاصة واليوم نحن في هذا المكان في حضرة العسكريين الهاديين صلى الله عليه وسلم في تجربة جديدة وهناك ثلاثة ورش عقدتها أو عقدها الملتقى بكوادره في باب التثبت في الدين وفي باب رد الشبهات ولربما في التفاوض وحل النزاع إن شاء الله دأب ملتقى القمر الثقافي على أقامة ورشات وندوات الثقافية وعلمية متنوعة في كربلا وفي عدة محافظات وفي عدة أماكن واليوم يقيم هذا الملتقى المبارك ورشته هنا في الإمامين العسكريين تضمنت ثلاثة ورشات عمل هدف هذه الورشات كما قلناه هو ثقافي اجتماعي عام ويخص الأمور التي تتداول وبعض الشبهات التي تطرح في هذا الوقت وببركات الإمامين العسكريين وفي هذا المكان المبارك يكون التركيز على فكرة فكرة الإمام الحج المنتظر عجل وفرجة وبعض الشبهات التي تدور حول هذه فكرة الإمام كفكرة عالمية من جهة وكفكرة إسلامية متأصلة في جدرنا الإسلامية العتفة العباسية المقدسة ومن خلال مركز ملتقى القمر الثقافي فيها تعمل على تنمية الأفكار النيرة في عقول الشباب وزرع روح المثابرة فيهم واستثمار طاقاتهم ليفيضوا بها على أغرانيوم في المجتمعات العراقية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر